بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عشرة واحد يعني عاشورة 1439 مع الدكتور خالد اسعاق عالم الفلك والانواع والفصول حنا كاليوم انا وياه في المستوي قبل طلوع نجم سهيل وحنا الحين طلع نجم سهيل وقضى وقبلنا على موسم ثاني حنا في موسم يا دكتور موسم صفري الآن انتصف موسم صفري صفري وليج سمي صفري سمي صفري لان الاسات تصفر من كثرة الامراض وقيل لان ضوء الشمس في حال المغيب يصفر لان الشمس منحرفة وقيل من الاقوال لان حساسية الصدر تنتشر ولذلك يكون للانسان صوت صفير وطبعا الاسباب تتعدد حسب تعدد الثقافة انا شوف انه بسبب انحراف محور الشمس لان دخلنا اقبلنا على موسم الشتاء والوسم فتبعد طيب الحين حنا اصفري جاء اصفري وشوف الناس مصفرين يبدون وش هالامراض اللي تنتشر بموسم صفري كل سنة هالامراض تنقسم الى ثلاث اقسام امراض اطفال وامراض شباب وامراض كبار سنة الاطفال اللي هو الحرارة هو الاسهال تكرم والشباب مرض وبواج بسبب نفحات البرد وكبار السن يجيهم عردنسة والامراض عاد لكن كل هالامراض هذه ان شاء الله ان لو اتبعنا طريقة صحيحة بالتوقي من هذه الامراض لما اصبنا بهذه الامراض صرنا الطبه يا دكتور هو يقول انه بسبب ان الجسم تعود على الحر جاء يجي الموسم فجأة برده تمسي حر وما تدري لو جاينا البراد عند مكيف عند شيء للجسم ما عنده مناعة ولا الفيروسات اصلا موجودة برجو ما نزلت النسمة هي موجودة بس الجسم الانسان هو اللي جاء شيء جديد من خلال التجارب تعرفون الحبة السوداء ذكرت في الحديث اللي حبة البركة اشوف واحد كان كل سنة يضرب ابرة تعرف الابرة دي اللي يروحون يضربونها والله ما ادري عن مدى امانة تالين ابو ربا ما نشوف كل الناس يروحون يضربون ابرة عشان ما يجيها الفلوانزة احنا عندنا صايرة زي التجارب زي فحص جرثوم تلماعد او ذو بس الناس ضربوا بر عشان ما يجي طيب ورا ما نزود المناعة انتم تعرفون حبة البركة تزود كريات الدم البيضة وهذا شيء معروف من هذه تحط سبع حبات عرف شخص كان يقول لي اني كل سنة هجين يقول صرت يوميا طبعا مو بيوميا انه لجاء صفري يقول طول السنة يقول اخذها براسة لصبة سبع حبات وحطهم بثمي ويعني اطلع الزيت اللي فيهم واشرب عليهم ما يقول والله العظيم صار لي خمس سنوات ما جاء الفلونزا الحاد الذي اللي تجد عنه فعلا هي على ايه فصار يقول طبعا احنا من يجي الواحد قبل صفري بيومين يقول بابدي اخذ حبة سودة اخذنا من الان بس على شرط طبعا فيه اذا الواحد ياخذ مسيلات دم اذا ياخذ سبري ما يصلح لان هي تسيل الدم بس ترى طب العشاب ترى عندي خبرة فيه ما عليش بابة فلسفة ولذلك اللي عنده عملية جراحية ولا شيء ما ياخذ حبة سودة لانها تسيل الدم لانها تكثر كريات الدم البيضة فيصير فيه سيلات لكنها تقوي المناعة تقوي المناعة وانا اعتقد انه عندنا يقول الان بعض الاطباء لا تاخذون حبة سودة تضر يا اخي ابو ربا جميع الكعك جميع الخبز كل صبح تلقى عليه بذور الكتان وبذور حبة السودة بكثرة ما قالوا انه يضر لا تتناولونه ولا حطوا لائحة كبار السن اللي تناولون اسبرين لا ياخذون الحبة سودة ما شو بلمانيا بريطانيا فرنسا صح ولا لا صحيح فما يدري عن عندنا طبق وتعرف يا دكتور ان المثل اللي عندنا يقول اول البرد توقف واخر البرد توقف وهذه هي القاعدة الصحيحة يعني قبل الحبة السودة لا ويقال ان الامثال اللي ورثناه من ابائنا يقولون برد الصيف خفيف لكنه احد من السيف احد من السيف لان البرد الذي يدخلنا في حال اول الشتاء اللي هو في حال الخريف يستمر معنا طول ايام الشتاء ولذلك الامراض اول يجيهم مرض ابوجه وابوجه ما يزين وجه الانسان الا اذا مع الكي فالكي الاولين طبعا هذا كلام الاولين يقولون الكي كي ابوجه لازم يكوى مع ورص رصورة لذن منه ومع الرقبه منه ومع الهامة هشوفوا كلنا بالقصيم كلنا متسوي صايرين ما هذا يقولون مرض ابوجه ما يزال الا عن طريق الكي تعرفون اللي يقول الدكتور ابو وجه هو التهاب العصب السابع والان انتبهوا من المكيفات اكسروا درجة المكيف لا تطلع من المكيف وانت طالع من الحمام متسبح شرب المال بارد للاطفال وذا هم شيء وبالاخير ترى الانسان يقدر يتوقع والوقاية خير من درهم ووقاية خير من منطر داب علاج طيب السنة هذه ان شاء الله المباركة ان شاء الله علينا وعلى وطننا الكريم المعضاء ومن ناحية الامطارة كل سنة ما شاء الله تتوقعون سنة مطيرة سنة وش تتوقعون والله ما زالت المبشرات تترى بحول الله ونقول اننا مبشرات تترى بحول الله يعني وان شاء الله نقول التوقعات المبنية على حركة الرياح وعلى تخلقات السحب وعلى نسبة البخر جميعها هذه مجتمعات مباشرة بخير لكننا لم يبقى من هذه الا ان نرفع اقل اجلنا زي ما تفضلت ما بقيه الا ان نذي الله سبحانه وتعالى ان الله في غيثنا غيثنا هسن وطبعا مقولة ان هسن حر والحر ما عمره جاء مثل هسن هذا الكلام صحيح هذه سنة المتبعة عند العوام لم ندخل البرد قال او ما تشوفنا برد زي هذا لا منه هي ولا منه دخل الحر او خلص الحر قال او ما تشوفنا حر لا وانا دائما اقول ان هذه من السنن المتبعة على السنة الامة كل مكان وكل مكان اجل عشان نافرح انكم تقولون نسبة البخر بسبب شدة الحر وهالصير كدير رعينا النحل يقولون مات نحلنا وهو جاء شبوح حر شديد وانه تصير فيه بالطبقات العليا فيه بخر اكثر فان شاء الله انها تصير مبشرة ان شاء الله هصلا لو ما جانا حر صار غريب مستغرم لازم الحر اجبتوه لكن الحر داخل المعدل معدل يعني ما صارت الى درجات عليا عالمية طيب اه وش المبشرات ان شاء الله خلنا نتفاعل وخير والله عند حسن اه ظن عبده به ان شاء الله انه سنة خير والله الارض اجدبت والله يد راح الشجر والله بس صمان احنا احنا على طرف الصمان والله العظيم سدر رياض سدر ام حتمحي يقولون الرعي الجائر بس اذا ما اعتقد انه السدر اذي اللي كانت انظلل السيارة تحته انه 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 بعير جام بشى من الارض مم صحيح لا والله انه بسبب الدهور والذنوب اللي حرفين وش المبشرات ان شاء الله ايه نعم عندنا المبشرات مادية عندنا ثلاثة رياح تسمى الرياح الحاملة وثلاثة عناصر من الرياح تسمى الرياح اللاقحة اللواقح والحوامل ايه نعم فالحاملة إذا شالت نسبة البخر وهي ثلاثة شيئا ضعيفة متوسطة عندنا ثلاث رياح شمالية ضعيفة متوسطة عالية وعندنا ثلاث رياح جنوبية ضعيفة متوسطة عالية حاملة للسحب لواقح للسحب إذا كانت هذه الرياح ضعيفة وهذه الرياح الحاملة قوية فإنها تجذب نسبة البخر إلى المناطق الشمالية وتكون السنة مطيرة على الشمال أما إذا كانت متوسطة وهذه متوسطة فإنها تجتمع على المنطقة الوسطى وتكون المنطقة الوسطى مطيرة وإذا كانت عالية وضعيفة فإن الرياح اللواقح تتجه من الجهة الشمال والحاملة للبخر من الجهة الجنوبية وتكون على جهة الحجاز ولذلك الأولين يقولون يقولون يا ويل نجد من ربيع تهامة إذا جاء الربيع على تهامة فإن نجد تكون مجذبة طيب لما تجي الحوامل من الجنوب معنات أنها تحمل بخار المال من بحر العرب نعم من بحر العرب من هضبة البحيرات في جنوب الفريق واللواقح تجي من الشمال من الشمال بما أنك قلت الرياح الحوامل اللي جاي من الجنوب واللواقح اللي جاي من الشمال الله يقول سبحانه وتعالى وارسلنا الرياح الواقح والعرب يستبشرون بل هو الشعر ناصر الفراعن يقول ليثن إذا عضوا الزمان وبنا به غيثن إذا هبت علي يماني نعم صحيح صحيح هذا في أول الموسم تأتينا الرياح من الجنوبي لكن بالمناسبة أهلنا الأولين ليدخلون البحر يدخلون البحر يقول الكويت بالغوص يستبشرون بالموسم قبل هالنجد إذا طلعت دمن بالبحر دمن؟ دمن إذا طلعت دمن بالبحر قالوا خلاص نبي نوضع عند أهل الكويت ولا وش هو الدمن؟ الدمن بحرة هالغنم وش يجيبه للبحر؟ يجيبه لأنه لمن همطرت على الصمان دخل مع الدحول وطلع على البحر حاجي بالدحول اللي عندنا بالصمان اللي فيها خروق من تحتلف يطلع على بحر على الخليج طيب حنا لا هنتكلمنا عن الصفري يا دكتور ولا ودينا نطول عليكم تملون طيب وش بعد الصفري إن شاء الله؟ بعد الصفري وسم هذا الوسم هو موسمنا ويتكلم إن شاء الله عن الوسم إن شاء الله ولذاك العوام وش يقولون يقولون هاو صفري يسم وهو الربيع يسمن أو يسمم هاو صفري يسمم وهو الربيع يسمن وإن شاء الله يسمم ويسمن بالنون. طيب هوا الوسم موه بربيع. ايه لكن حلمنا نستبشر بربيع بل واسم. ايه تدرون انه سنة ربيع. ان شاء الله تعلمنا عن انواع الامطار والسيل. بالحلقة القادمة. بالحلقة القادمة. شوفكم على خير ان شاء الله.